اشتركوا في القناة في إطار الحملة الصحية الاجتماعية التي تنظمها شبكة القراء والتنمية والحكمات تحت لواء المنصقية الصحية الاجتماعية التي هي عبارة عن تنصيق بين عدد من الجمعيات المهتمة بمجال الاجتماعي والصحي تجيها هذه الحملة من أجل تنظيم جموعة من الفعاليات بمنطقة تفروت التي هي تابعة جامعة جيجو إقليم بولمان والتي شملت واحد العدد من الخدمات يمكن أن نقسمها قسمين خدمات صحية وخدمات اجتماعية مساعدة اجتماعية للأسر الفقيرة وكذلك مجموعة من أطباء مختلف التخصصات التي قدموا فحوصات بالإضافة الأدوية بالإضافة إلى ذلك تم إصلاح بئرين وإصلاح هذه المدرسة هذه كما تشوفوا نتمنى الله أن هذه اللي بيديرها تكون بوابة صبق الشبكة والجمعية ديالها ولكن أيضا نموذج الجمعيات الأخرى للمجتمع المدني للدور ديالها هو المساهمة التنمية المحلية وشكرا لكم نحن نساعده في هذه المنطقة تفرود كان الإقبال من المحلية من طرف الساكينة والحمد لله استطعنا أن نتخطئوا بزاف ديال الساكينة أخذنا لهم الأطنسيون لغليسيمي سيداليا أعطينا لفرينا الزوغدونانس ديال المرضى وهكذا كان نهار زوين نشاركة مع جبعية أخرى منها شبكة القرابيين نقوم بحملة طبية في أفغلوت ناحية ديالك الإقبال في اونو كان ضائف والحمد لله كانت ذاكين إقبال كثير جدا نتمنع على الله نقوم بالواجب ونكون عندنا الدور لان نقابلوا هدل كلهم الحمد لله تقرير من تخصصات كلها كينا والحمد لله أمر ليس زائف الساعة هذه في إطار رعاية 2018-2019 تمت منظم حملة صحية متعددة الاختصاصات شاركت فيها مندوبية الصحة بإقليم بولمن مع شبكة القروين للتنمية والحكمة وكذلك مع جمعية محلية استفاد من هذه الحملة الصحية عديد من المواطنين والمواطنين لديهم عدة أمراض سواء في أمراض العيون أو المفاصيل والعظام أو الأنف والحنجرة كذلك طيب النساء والتوليد يستفدمون خدماتهم جينا اليوم في قافلة طبية في هذه المنطقة والحمد لله كان في إقبال من الناس وإن شاء الله دائما نكون نحن في خدمة الناس إن شاء الله هذا الفك العلوي هذا الفك السفلي ياك كيف استريكها؟ هاك حسن جدا زيدي 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 حسن جدا أعطي هنا صدق بسبحانه وتعالى زين اللوجه ديان شكرا شكرا من الرسل في حديثه يقول من أستالنا معروف كافأنا له من أستالنا معروف كافأنا له فإن لم نجد تعاونا له جازك الله بخير جازك الله اليوم جمعي سرحمة المرضى قصور الكلاوي كتشارك في قافلة اجتماعية صحية بحيث تكلفة جمعي سرحمة المرضى قصور الكلاوي بصبحية للأطفال اللي كانوا فيها مجموعة للأطار البعلاوان والأطار ترباوية اللي حاولنا نخرجوا هذه الوليدة من المنطقة من الجو اللي كيكونوا فيه ونقوموا معهم بمجموعة للألعاب مجموعة للأناشيد مجموعة للشيحويج اللي غريبة عليهم شيحويج اللي مكيشفوا شوما خصوصا إحنا في منطقة كاستعتبر في المغرب العامق قليل فين كيشفوا الكلون قليل فيكيشفوا قليل أصلا فيكي تأطروا أنا جيت لهنا اليوم باش نقدم المساعدة للناس اللي ما في حالهم مش ماديا ومعنويا وطبيا كيشرفني أنني نساهم في هذا العمل أكتر حاجة سفتة وعجبتني اليوم أنني بغيت نتعلم الروح الجمعوية باش أنا بغيت ندخل في هذا الميدان جينا هاد النهار باش نشاركوا هاد الناس المساعدة والفرحة ديالهم جينا نقدموا ليهم مساعدة طبية ومادية ومعنوية خصوصا في هذا المنطقة خصوصا في هذا المنطقة كتتعتبر شيب هنا إيوم كيشفوا هاش بزاف ديال المساعدات جينا ندرها تشيف سبيل الله وكانت مننا وربي يقبل مننا هذا الخير في إطار حملة شتوية وبتنصيق مع شبكة القارويين قامت الجمعية بتقديم مساعدات مادية لساكينة ناحية تفروت إقليم غيغو لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة بسم الله الرحمن الرحيم يصر جمعية يتيمية التربية والرعاية بصفتي ممتل عنها مسؤول التواصل أنتو شارك في هذه الحملة الحملة الرابعة الصحية الجماعية الحمد لله كما كتشوفوا استفدت عدد من الأوسار في الشق الجماعي كذلك في الشق الصحي حيث تم تنظيم أمسية للأطفال وكذلك توزيع عدد من المساعدات الاجتماعية متمتلاف الأغطية ومواد غذائية وكذلك لجنات حسيسية النساء في الشق الصحي والحمد لله كنشوفوا تجاوب الأسار المستفيدة مرات العملية الحمد لله بسلام ونتمنى في مستقبل الأيام القادمة نشاركه كذلك في حملات توعوية وتحسيسية أخرى في إطار المنسقية الصحية الاجتماعية ارتأت الشبكة عن تنظيم هذه القافلة الصحية الاجتماعية الرابعة واختارينا المنطقة ديال تفروت على أساس أن عقدنا واحد الشراكة في إطار الانفتاح مع الجمعيات ديال الجهة ديال البولمان فكان أرصى الاختيار أن نضم هذه القافلة التي تشمل مجموعة من الفقارات بما فيها خدمات إنسانية ومساعدة اجتماعية لشملات تقريبا مئة وخمسة وعشرين أسرة ستين طفل متمدريس ثم تقديم هدايا وألعاب على الأطفال بجميع فئتهم ثم في الإطار في الشق الثاني كانت هناك حملة صحية طبية موازية شملت مجموعة ديال التخصصات بما فيها طب العيون فحص النساء بالصادة النساء والتوليد المساليك البولية العيضان الطب العام الأنف والحنجورة وكذلك توزيع أدوية على المستفيدين في هذا الإطار هذه شبكة القراويين بتعاون مع جمعيات إيثغان كتنطم هذه الحملة مباشرة إن شاء الله في القارب العاجل نطمح إلى تحقيق حملة صحية اجتماعية خاميسة في منطقة أخرى تكون أكثر شمولية جاءت هذه الحملة في إطار واحدة تشارك مع الإخوة بالشبكة القراويين للتنمية والحاكمة جهة فاس مكنس والتي هي واحدة الحملة التي تستهدف سكينة الجبل وكنشكرهم بزائف على الدعم ديرهم حاولنا من خلال هذه الحملة التشاركية أننا يجيب لنا أطباء حملة صحية طبية مختلفة تخصصات بالإضافة إلى تزويد المدرسة بالماء الصالح للشرب السكنية الأساتيدة وكذلك المطعم وكذلك المراحل اللي كي يستفيدوا منها التلاميذ وكذلك واحد دوار آخر سمسوا دوار دي اللي أيتحدو ستزويد كذلك بالماء الصالح للشرب المهم تقريبا هو ستنسوا دوار تابعة دوار دي اللي تفلاوت بعيد منها تقريبا 1 كم إلى 3 كنشكر بالزافة للناس وكنشكر جميع من ساهم من بعيد أو قريب سلطة المحلية الدرك الملكي وما يفوتنيش هنا يباش نذكر كذلك الحفاوة الاستقبال للسيد لمندوب الإقليمي لصحة بميسور على حفاوة استقباله لغير حطيس الطلب قراء ساكينة الجبل دون تردد يعني الموافقة دي اللي وكذلك السلطة المحلية في شخص صيد العامل وما نساش المجلس الجماعي اللي جامعي عزقيقو الحالي اللي يساهم باللوجيستيك وجامع أي حاجة طلبناها منه كي موجودة بدون تردد نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوشي الكريم وهذه البدرة الطيبة تنمو عن روح التكافل والتعاون والتعاذر بين كافة فعاليات المجتمع المدني وهذا ما نسعى إليه حتى نحقق لهذا الوطني الحبيب ما يصبو إليه من الرقي والتقدم والإزدهار وبث روح التعاون بين أفراد المجتمع جينا هنا لهذه المنطقة كنا نحسوا بأن الناس في حاجة إلى مسائل مادية ومعنوية وكذلك صحية وكنتمنى أن لا تكونش غير هذه البلاسة هذه تكونوا بلايس وحدة وخرين المساهمة دينا كانت مساهمة ديال سميته بكراسي متحريكة وبعض الأدوية في صراحة هذا يوم رائع وبالفضل ديالجمعية ديالشبكة القرويل التنية والحكمة تيمر هاد اليوم الرائع لأنه هي اللي تتجمع عدة جمعيات وعدة تخصصات وصراحة نشكره السميزهار هو اللي تيسهر على هاد المسائل هادي نشاركو في هاد الحملة اللي هي قافلة طبية تحت منظوية تحت الشباكة منظوية فيها مجموعة منتع الجمعيات نقوله عملية تضامنية باش العمل يمشي أفضل وكانت المشاركة ديالنا أننا وفرنا كمساهمة في توفير ديال هذا وسائل النقل ومع مشاركة أخرى إن شاء الله ميدانية ديال من غير بتاع داخل الجمعية كان حاول أننا ندوبوا داخل الجمعيات وما يكونش عندنا اختصاص ومهو أن العمل يكون خالص لوجه الله والجمع الجمعي يشارك فيه باسم كل أعضاء الجمعية اللي احنا تنعتبروا نفسنا كاملين أنا بنسبالي لي بخصنان تنعتبرها في خادمة الأرامي الويتامة والمساكين والفقراء إذن بنسبالي الجمعية لهذا وديلها الأساسي هو الطفل سواء كانت الأم أرمالة أو مطلقة أو أطفال متخلى عنهم أو الابليتي يكون في حالة معويضة وأنا جدت فرحانة بزاف ولا الأعضاء لأن جمعيات حلمي انخرطت مع الشباكة القراويين في هذه الحاملة الصحية الرابعة والهدف ديلي كانت الخيرات في هذه الشباكة القراويين هو اللي تنأكد إليه بزاف هو يد والله مع الجماعة لأن فرحت بزاف وكانت أمنيتي بأن الجمعيات كاملين يكونوا يد في يد لأن هدفنا واحد هو العمل الإنساني والعمل الخيري واللي وجه الله الكريم وكانت طلب الله أن نتقبل من هذا العمل كانت كثير من 125 حالة لستبدأت من هذه الحملة بالنسبة للجمعيات الحلمي ساهمت بقفة التموين الأغطية لباس النساء لباس الأطفال على الأحدية والإزاكسيسوعة ساهمت بمفاجآت الأطفال واللعاب لتفرحهم وتخلهم الفرحة على القلوب ديالهم وكانت مساهمة دي البنبا دي البئر والأدوية والله يتقبل من الجميع سنختم بوحد الكلمة شكر لجميع المحسنين والمتطوعين اللي ساموا في هذه الحملة هادي وعلى رأسهم الأستاذ ميزهر اللي يضافني معه في الشباكة وجميع الأعضاء دياله جينا لهذه القفلة مع تنسيقية صحية لشبكة القارويين حيث احنا عضوا فيها هذ القفلة الصحية اللي كانت منو على الله أنها تكون دائما متكررة في أماكن كثيرة لأنه بصراحة الناس بزاف اللي محتاجين هذة المبادرة هذي فحنا كجمعية دخلين في هذة القفلة بعملية ديالتحسيس وتعوية النساء ديال هذة القرية أو ديال هذة المكان كنحسوهم كنوعيهم بالأمراض النسائية كيفاش يتعاملوا مع أمراض الحمد لله أنتما كتشوب اللي أنه كان هذة النشاط اللي هو ناجح اللي فيه مجموعة ديال الجمعيات ما عندين لاش نعد الأسماء ديالهم لأننا راكم أنتم مشتوههم وكل واحد أختيتم عنده الكلمة الحمد لله أن بلادنا راها كتشوف في هذا الخير وأن هذة الأعمال اللي كيديروها المجامعة المدني جبار وكنتمنى من الله أنها تجعل هذة الناس اللي يدروا هذة العمل في الميزة المقبول في إطار الحملة التبية والاجتماعية التي تنظمها شبكات القراويين للتنمية والحكمة وباعتبارنا كجمعية مفاتيح رحمة عضو بها ثاهمت الجمعية بمدخل بئر وإصلاح المدرسة وكذلك السباغة وببعض الجهيزات والله يتقبل من الجميع وإلى حملة قادمة إن شاء الله موسيقى